بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مرحبا بكم عزيزيات الكريمات أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات معلومة السيد محمد البخار في هذا الفيديو سنتقدر معكم الحصة 5 من الوحدة 5 الحصة بعنوان مصادر الطاقة يعني سنتعرف المصادر الطاقة المعروفة وكذلك سنتعرف مصادر الطاقة إلى متجددة وغير متجددة يعني الطاقة المتجددة والطاقة الغير المتجددة كنسمعها كنقصدو بها كنرحب مجددا كل متسبع على نظام القناة ديالي وكذلك انه يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس بيش بقاوص لكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم هذا الفيديو لكم مرحبا بكم إذن هذه الحصة 5 مصادر الطاقة تخصص كتاب المتعلمة المتعلمة من هالنشاط العلمي بالنسبة لمستوى الخامس إذن كما دايما سنبدأ بالصورة ديالانطلاق وكذلك بالوضعية المرفقة إذن الصورة ديالانطلاق كتبينا محطة نور لإنتاج الطاقة الكهربائي إذن ذاك المحطة الكبيرة اللي عدنا في المغرب لتوليد الطاقة الكهربائية إذن كتعتمد على ماذا؟ كتعتمد على الليبانوسولاغي يعني ذاك اللواحات الشمسية ذاك اللواحات الشمسية اللي كيستقبلوا الطاقة الشمسية ويحولوها إلى طاقة كهربائية مزين بالنسبة الوضعية كالتالي خلال إحدى العطل مرت سناء وعائلتها بإحدى محطات إنتاج الطاقة الكهربائية باستغلال الشمس كمصدر للطاقة خالجت سناء الكثير من الأسئلة عن مصادر أخرى للطاقة في بعض العطل مرت سناء ومروا بإحدى محطات إنتاج الطاقة الكهربائية التي يستعمل فيها هذه الطاقة كمصدر للطاقة يعني يستقبلوا الطاقة الشمسية ويحولوها طاقة كهربائية وبقى كتساءل هذه السناء كيف هو مصادر الطاقة ومصادر أخرى للطاقة وشكينا فقط هذه الطريقة باستغلال الطاقة الكهربائية إذن هذا هو السؤال اللي بقى محيير السناء إذن في نظركم هو السؤال التقصي اللي غادي جيلي معاهد الوضعية وكذلك صورة الانطلاق إذن السؤال التقصي مكتوب سؤال التقصي نكتب لكم سؤال سئلة التقصي لا تشاهدون مثلا هنا الخط الأحمر تقول لي كتكتب عوجه له نكتب لكم مصافي باش تشوفوا سؤال التقصي مكتوب وصافي أما أنا عندي مكتوب بالتدرج في دفتار خاص بي ديال الخدمة سؤال التقصي هنا الفرضيات سؤال التقصي هو كتالي إذن سأسألوا ما هي مصادر الطاقة وكذلك ما هي أنواعها وما هي أنواعها وما هي أنواعها وما هي أنواعها يمكن أن يفترض أي حاجة عندها علاقة بها بالسؤال الفرضيات أفترض يمكن أن يفترض أنه من مصادر أو من المصادر المتجددة عندي الرياح والماء والهواء لأنه احنا قلنا بأنه في هذا الدرس نعرفه الطاقة المتجددة افترضوا أنه افترض الثاني أنه من المصادر الغير المتجددة للطاقة لدينا البترول لدينا مثلا الفحم هي مصادر غير متجددة للطاقة إذا كنتأكدوا من الصحة لها الفراضية نقوم بأنشطة مبينة اتحقق اتحقق اولا للقيام بأنشطتنا اليومية نعتمد على مصادر مختلفة للطاقة لكي نقوم بأنشطة اليومية لدينا حركة وذلك شيء لدينا مجموعة من المصادر لدينا الطاقة هنا عندي أولا الواح شمسية ثانيا فحم خشبي ثالثا مركب شراعي رابعا دراجة نارية خمسة طواحين هوائية سؤال هو كالتالي أصنف هذه المصادر الطبيعية للطاقة بكتابة ما يناسب في الفراغات مصادر الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة غير المتجددة هنا قد نميزهم نميز من بين هذه الصور الخمسة بهم نميز من المصادر المتجددة ومصادر غير المتجددة صفين بالنسبة للمصادر الطاقة المتجددة لدي ألواح شمسية يعني الشمس ثم طواحين هوائية ومركب شراعي يعني هنا بين قصة ندروا الشمس وندر الرياح بالنسبة للطاقة الغير المتجددة يوجد الفحم الخشابي وكذلك البنزين البنزين التي تستعملها للدراج النارية لكي تذهب هنا يوجد الفرق بين الطاقة الغير المتجددة والطاقة الغير المتجددة دعون النشاط الموالي اللي يقومون في الفرنسي الانيرجي الالكترية الطاقة الكهربائية هي la plus utilisée dans notre vie quotidienne هي أكثر استعمال في حياتنا اليومية وتركت في ستصان في صفحة ستصان لكي تجد ويقومون بحياتنا اوليون ريحية thermية حرارية نكليا hydroélectرية وصلاف هناك هناك ستا لكي تنفل ستا نكليا هناك الحربية هناك هناك ريح هناك نكليا 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 نحن نحن هناك من المياه الترميق هذا هو هو الإدرواليكتريك وهو كاهمية إدرواليكتريك هنا يراحلي إيوليا هذه تيريكة وهي حرارية يعني أن هناك ستتاتيون نيكليار ننسي محلو الأراضي نحن نعرفهم على حيث أننا مدرنا هنا يعني انا طاقة متجددة وطاقة جار متجددة انجانية رونوفلاب متجددة انجانية نون رونوفلاب يعني غير متجددة يعني انا الطاقة المتجددة بنسالي وطاقة بنساليين هذه الموجودة وهو نزيد عليهم كذلك البارد الرجاء يعني لم يتم بتجديد ايضا الهداء الالكتريك وهي 7 وعندنا أوليين وهي 8 ثم دينيرجينون عندي تيرميك سعود عندي نوكليير وهي 10 مرة الأستخلص توجد في الطبيعة مصادر متنوعة للطاقة أيضًا مصادر متنوعة الطاقة الفئة الا انوعة متجددة مصادر متجددة خمس والرياح و يزد وخشاب الحم والفترول سمتجدات الانوار متجددة انما هو تفضل المصادر متنوعة منه سوارت رمضة نمر سواء لا تربطية سواء لا تربطية سؤال باللغة العربية سؤال باللغة الفرنسية سأبدأ بالسؤال أملأ الفرغ بالكلمات المناسبة طبيعي جريان غير ملوة الكهربائية الكهرمائية ماذا؟ المحطة ماذا؟ تنتج المحطة الكهرمائية 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 المحطة يعني استعصص học كهرمائية الطاقة كنتنتج الطاقة الكهربائية مصدرها ماذا؟ Foi 자 τιςات تريد و أصول ت Eva كان في المصدر الجديد bereits ترى جرائيين الجديد كم عليك و هو صدر طبيعي و غير ملوث اجراء القيام ثم عن طفل والحصول شخصت اثناء جيدة يتركąć من الصيل و نرى و سننفخ على الألس كيف ستكون المصدر من الداء نظر الهواء المصدر المصدر والنوع من الطاقة يجب أن يكون المصدر لنسبة للهواء لدينا الهواء وبنسبة للهواء لنسبة للهواء لدينا الهواء سيدي أو ميكانيك ميكانيك ولا سينيتيك حركية نعم بهذا سوف نكون كم مثل فيديو دي اليوم الذي كان يخصص صفحات لا توسين من كتاب المتعلم والمتعلمة من هالنشاط العلمي نسبة المستوى الخامس ابتدائي كان معكم الأستاذ محمد الوخري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته